حد بعيدة رسائل بيقول لي عم تكلموا على الفنانين وتكلموا على الناس اللي يعني اللي مش محتاجين او نسيين الناس الغلابة قلت يا عم احنا الدولة بتحرك في كل اتجاهات يعني على مستوى الطبقة الفقيرة والناس اللي مشتاقين فيه عندنا مشروعات او برامج حماية في وزارة تضامن الاجتماعي للاقل فقرا واكثر احتياجا وحياة كريمة وما شابه وكمال مشروع حياة كريمة ده موجود لكل اهلنا في كل مكان وفي نفس الوقت ما ننساش الناس اللي خدموا واشتغلوا غيره زي ما بيتكلم الفنان صلى عبد الله مش كل الفنانين يا جماعة مليونرات ده فيه ناس مش لقى يثاكل قلتين يقول بوضوح ده مش عيب ده ده موجود الكلام ده فيه زي كل المجتمع فيه فئات المجتمع كلها بقت الشكل ومش عايزين نعمل نفسانة طبقية لان احنا كلنا واحد في الاخر كلنا واحد